موسيقى بالنسبة للسؤال لديكم حول لغة الإشارة هنا في معرض الكتاب هو حقيقة معرض كامل بالنسبة لمؤسساته هنا لغة التواصل التي تفهمها الأشخاص الصم فمع الأسف جميع المؤسسات هنا قيمة بالدورهم إلا أنهم تفهم لغة التواصل ما هي هذه اللغة التواصل؟ هي لغة الإشارة للأصم فالأصم حينما يليج مؤسسة من المؤسسات هنا لا يوجد لغة التواصل التي تفعلها هنا عبر سنوات مجلس الواطن الحفاظ الإنسان أخذ بادرة وألقى أنه ضروري من اتخاذ هذه اللغة الإشارة داخل مؤسسة ديالة فهي تبقى هنا متابعة جميع الندوات ولا مدخلات التي تكون هنا وأي أصم مثلا جاء يحدث الزيارة داخل الرواق بجلس الواطن الحفاظ الإنسان يلقى هذه اللغة التواصل وهي اللغة الإشارة فكيكون سعيد جدا وكيبقى معنا هنا وكيفهم كيف يدور وما يليج في الندوات واللقاءات وكيف يمشي من هنا سعيد جدا وأنا نطب من هذا المنبر أنه جميع المؤسسات يعملون بحل مجلس الواطن الحفاظ الإنسان يدخلون لغة الإشارة باش يستفيدوا جميع الصم من جميع المرافق التي تكون في هذه المعرض تماما وحتى المؤسسات العممية طبعا حاليا كنت مقصد لي وكان لنقوا أن الأشخاص الصم دائما يناديوا أنهم تبغيوا حيث مواطن عادي يليج جميع المؤسسات طبعا حاليا المغرب ولكن اللي كان العائق الوحيد اللي تلقى وهي ما كيقشلوا غدية التواصل فهنا من يما كيقشلوا غدية التواصل كيقرصوا أنه كيحس بذلك الإعاقة بطبعا الحال أولا كيحس أنه إنسان مواطن ولكن مهمش في نفس الوقت